تنويه. الحلقة دي هي عبارة عن جزء ايه؟ ده الجزء التاني. الجزء الاول كان فيه الرحمن الرحيم والجزء التاني يا شباب من حلقة الفاينال تاست من كتاب جيم بوكلت مراجعة نهائية 2020 والحلقة دي بنتناول فيها الفاينال تاست الثاني زي ما قلت لكم والجزء التاني بيبدأ بالقطعة كالعادة والقطعة هنا بتكلم عن انواع الجرايفس الجرايفس اللي هو الرسومات البيانية وانواعها وافضلها وايه مميزات كل النوع منهم وهنخش على سئلة على طول سؤال اول بيقول why should you use الجرايفس؟ ليه المفروض استخدمها الجرايفس دي to display your data لشان ترى الديتا بتاعتك لانه ببساطة to make reports more powerful عشان تخلي التقارير دي اكثر قوة لتر بيها اللي جابة صحيحة number two how many kinds of grapes are mentioned in the passage ذكره في القطعة لو قدتهم كده تلاقيهم خمسة لتر بيها اللي جابة صحيحة سؤال الثالث if you wanted to show how much of your loans you spent on each thing you bought which graph would you would be a good choice؟ خليب لكم الكلام ده مكتوب حرفين في القطعة لو انت حابب تعمل graph لو انت حابب تقول launch اللي انت spent on each thing you bought مكتوب كده هتستخدم line graph طبعا انا معلوماتي في الموضوع ده مش كافية بس مكتوب في القطعة تستخدم line graph يعني لتر بيها اللي جابة صحيح معلوماتي مش كافية يعني اقصد انه ما مش عارف هنستخدم الجراف ده امتى والجراف ده امتى بس مكتوب في القطعة كده number four which kind of graph allows you to use lots of colors ايه النوع الجراف اللي بيسمح لك ان انت تستخدم colors كتير to display your data حاجة كده اسمها colorful bar graph colorful bar graph اللي فيها القطبان الملونة letter D هي لجابة صحيحة number five according to the passage تبقى للقطعة what decides which kind of graph to use ايه اللي بيخليك تقرر الحاجة اللي بتقرر ايه النوع الجراف اللي تستخدمها the kind of data نوع المعلومات اللي انت بتعرضو letter A number six the underlined word it refers to كلمة it في القطع اللي مذكورة في السطر التاني في الفقرة التانية مقصود بها مين مقصود بها line graph line graph letter B الاجابة الصحيح سؤال السابع give a suitable title to the passage ادينا عنوان مناسب kinds of graphs kinds of graphs يعني انواع الرسمات البانية السؤال التامن find words هتلينا كلمات in the passage which mean معناها talk giving information بتتكلم وانت بتدي معلومات ده في القطع مكتوب presentation عرض presentation عرض تاني واحدة letter B بتقول put in an order انك تضعهم بترتيب معين يعني تصنفهم يعني يعني sort sort برضو يصنف موجودة في القطع number nine how is Venn Diagram used ازاي بيستادم Venn Diagram النوع من انواع الدياجرام زيسمه Venn بيستادم ازاي بيستادم في تصنيف المعلومات for sorting information letter number ten what kind of graph would you be willing ايه نوع الجراف اللي انت هتبقى مرحب اوي انك انت using on your next project في المشروع القادم بتاعك وليه ممكن مسلا اقول ان انا هستخدم Venn Diagram ليه علشان because it's perfect for sorting information لانه حاجة perfect اوي ده مكتوب كده في قطع انه perfect اوي في sorting information في تصنيف المعلومات والبانات الاجابات السؤال اول في النوفل بيقول what wasn't true ايه اللي مكنش صح about Rodolf Elfberg Rodolf Elfberg اللي هو الملك ايه اللي مكنش صح في الكلام المكتوب عنه ده الحاجة الوحيدة اللي مكنش صح انه he didn't want to be a king انه مش عايز يماملك لا طبعا هو عايز يماملك مفيش حاجة اسمه مش عايز يعني يبقى letter D هي الإجابة اللي هنختارها اللي هي تعتبر هي الحاجة الوحيدة اللي مش صح في الكلام اللي اتقال لكن طبعا he wasn't a fighting man هو مكنش محارب ايه طبعا he prefers good food for hunting and hunting بيفضل الصيد والاكل طبعا few people know him by face ناس وليلا اللي تعرفوا قال انه كان برا البلد السؤال الثاني في القطع بيقول which one wasn't true اللي مكنش صح about lord tofham اللي مكنش صح في لورد tofham انه هو قابل راسندل وحياه لانه انجليزي ولكن لا هو محياهوش وقابله على انه انجليزي لانه كان فكر الملك اوكي لكن المعلومات الثلاثة التانيين معلومات صحيحة يعني لما نبص مثلا he was from England هو كان he was from England هو كان رجل ده من انجلترا الجملة التانية he had poor eyesight كان عنده نظر ضعيف ده كمان اجابة صحيحة الثالثة he met راسندل after the cronation قابل راسندل بعد the cronation كمان ده اجابة صحيحة السؤال الثالث who sent letters to the princess من اللي كان بيبعت خطابات للبرينسس في شخصين بعتوا خطابات للبرينسس مايكل بعت لها خطاب وانتوانيد ده ما بقى بعتت لها خطابه علشان كده نختار letter d اللي هي بي و سي مع بعض السؤال الرقم 4 راسندل so not when he was in the متشاف ايه راسندل عندما كان في الخندق روبرت ان دي جوتت cross the drawbridge شاف روبرت و دي جوتت وهم بيعبروا دروبريج وده السؤال ده كمان في الجزء الملغي من القصة السؤال بعده why do you think راسندل feared that Bertram would publish the news in the newspaper while he was in Paris هو ليه كان خايف ان بيرترام صاحبه اللي كان قابله في باريس ينشر الكلام ده في الجريدة ان هو رايح ستيرلساو او رايح روبرتينيا وحشان كده ما قاله شيء because he was a reporter لانه كان صحفي and the information would be in England والمعلومات دي لو اتنشرت هتبقى في انجلترا وسون حالا his family would not هتعرف هتعرف الكلام ده عائلته هتعرفه طبعا مجرد نشر الكلام في الجريدة السؤال الثاني why do you think sapt didn't tell rassendl about the day of the marriage ليه سابت ما قالش راسندل على يوم الجواز كان متحدد يوم الجواز للملك وفلافيا ليه ما قالش لانه طبعا هو سابت عمره متخيل الموضوع هيمتد بالشكل ده وكان متخيل ان الكرونيشن ونخلص ويروح ولموضوع انتهى في ليلة وخلاص he didn't expect لم يتوقع that rassendl would stay a king until this day مش متوقع انه يفضل ملك لهذا اليوم السؤال الثالث why do you think ليه في اعتقادك راسندل didn't tell sapt about robert's plan ليه راسندل مقالش لسابت على الخطة اللي كان عايز ينفذها روبرت روبرت قال له انموت سابت وفريدز وانموت الملك وانموت مايكل وانبقى انا وانت بس انت تبقى الملك وانا اخذ المكافقة بس سابت راسندل مقالش لسابت ليه لانه راسندل ما كانش يمد الموضوع اهتمام هو شايف انه مضوع مضوع مش مهم وانه مش هينفذ منه حاجة فبالتالي اتكلم عنه ليه because he thought or he thinks that it's not important or an important thing هو مش شايف انه ده حاجة مهمة important thing وصلنا مع بعض الديالوج والديالوج بتقول المكدي is talking to his friend ريدا بيتكلم صاحبه ريدا whom he hasn't seen for two weeks اللي مشافوش لمدة اسبوعين at the shopping center بيقابله في الشوبينج سنتر وبيتكلم مع بعض وهم مقبلوش من اسبوعين هاي ريدا how are you doing these days اخبارك ايه الفترة اللي فاتت دي قال له هاي مكدي ورد علي قال له I'm sorry to hear that انا حزين اللباس مع ده what's the problem ايه المشكلة قال له I have been looking for work ببحث عن شغل I can't seem to find a job وشكل كده مشكلة قال له that's too bad ورح سأله سؤال فقال له well my boss البوس بتاعي traded me badly لان الرئيسي كان بيعملني وحش and I didn't like my chances وما كنتش حابب الفرص بتاعتي of promotion في الترقية من the company فرصي في الترقية كانت وحشة جدا فانا ما كنتش حابب فمشيت طيب هو سأله ليسبت شغلك فرد عليه وبعدين قال له a job without opportunities a nd a difficult boss طبعا a nd دي مقصود بها and يعني هي مكتوبة خطأا بس فعلا كان مك صح وظيفة من غير فرص و difficult boss كمان رئيس سيء وصعب isn't very attractive حاجة مش جذبة فقال له exactly حقا بالضبط I sent out to my cv to more than 20 companies بعت cv بتاعي الاكتر من عشرين شركة وunfortunately لسوء الحظ I have only had two interviews so far لغاية الوقت ما عملش الانترفيوين بس حتى الان سأله كمان سؤال although I have already tried that انا حاولت فعلا ده I haven't found a suitable job online بس للأسف ما لقيتش حاجة اونلاين يبقى قال له ليه ما تبحث على اونلاين قال له how about going to some of those new networking groups طب اي راك ما تدخل على groups networking اللي موجودة دي فسألوا ايه هي الجروبات دي قال له they are groups هم مجروبات of people who are also looking for work ناس كمان زيك كاد تبحث عن شغل they help each other وبيساعدوا بعضهم بعد discover new opportunities في ايجاد واكتشاف فرص جديدة قال له that sounds great هذا عظيم I will definitely try هحاول حقا بالتأكيد some of views هحاول حقا او بالتأكيد هحاول في بعضهم قال له so what are you doing here طب هما بتعمل ايه هنا رد عليه وبعدين قال له I want to make the best impression عايز اسيب افضل انطباع possible ممكن add my job interview في الjob interview بتاعي عايز انا جاي هنا علشان كذا علشان عايز اسيب انطباع كويس في الانطباع وما تقابلوا فين في shopping center خد بالك قال له good جايد wearing one انك تلبس واحدة من دول فعلا makes you look your best هتخليك تظهر في احسن صورة ليك good luck قال له thanks او thank you bye طيب هاي ريدا how are you doing these days هاي مكدي انا عندي مشكل انا عندي مشكل انا عندي مشكل قال له that's too bad او مال انت سيبت شغلك ليه why did you leave your job why did you leave your job number two why did you leave your job قال well my boss treated me badly مديري كان بيعملني بشكل وحش and i didn't like my chances of promotion in this company ما كنتش حابب فرص الترقية هناك فيقول له انا شايف انك كلمك صح انا موافق على كلامك انت صح you may be right ربما تكون صح وظيفة ما غير فرص ترقية وكمان رئيس سيء مش attractive مش جذابة قال له exactly and i sent out my cv to more than 20 companies unfortunately i have only had to interview so far سألوا كمان سؤال السؤال دعبار عن اقتراح لانه قال له فعلا انا حاولت ادور على حاجة على ال on-line بس ما ليتش بقال له why don't you search for a job on-line why don't you search for a job on-line لماذا تبحثت على الوظيفة على ال on-line طيق قال له how about going to some of those networking groups طب اي رايك ما تدخل على الجروبات دي فسألوا ايه هي الجروبات دي بقى what are these groups في number 5 هنقول what are these groups قال له دي جروبات لناس عندهم مشاكل في الشغل وبيحاولوا يساعدوا بعض قال له that sounds great i will definitely try some of these انا احاول في بعضهم اه so what are you doing here طبعا انت بتعمل ايه هنا اكيد طبعا قال له انا بشتري بدلة عشان قال له انا عايز اسيب انطباع كويس في الانترفيو فقال له ايوه انك تبالابس واحدة كويسة هتخليك تظهر بمظهر كويسة باكيد تبيتكلم عن بعد لا يعني i'd like to buy a new suit i'd like to buy a new suit translation it's the responsibility of parents انها مسئولية الوالدين to teach their children ان يعلموا اطفالهم the importance of protecting our heritage اهمية حماية تراثنا انها مسئولية الوالدين ان يعلموا اطفالهم اهمية حماية تراثنا الجملة التانية poverty is the biggest challenge الفقر هو طبعا هبدأ بان ان الفقر هو اكبر التحديات او التحدي الاكبر in poor countries في الدول الفقيرة where حيث people can't fulfill their basic necessities of life حيث لا يستطيع طبعا نبدأ بلا يستطيع لها الفعل الاول لا يستطيع الناس ان يحققوا the basic their basic necessities الضروريات الاساسية of life للحياة المعلم هو الشخص الذي يشكل مستقبل الجميع من خلال توفير افضل تعليم لطلابه المعلم the teacher هو الشخص قلتلكم مرات كريتير قوي لما تلاقي كلمة هو دي يعني is حتى في الحلقات المعلم هو the teacher is the person هو الذي يشكل مستقبل الجميع who forms the future of everyone من خلال توفير افضل تعليم لطلابه by providing توفير يعني providing the best education جملة التانية يجب ان نحافظ على البيئة حتى تتمكن اجالنا المستقبلية من العيش امنة يجب علينا نحن يعني we must نحافظ preserve على البيئة the environment حتى so that our future generations اجيالنا المستقبلية طبعا طالما قلنا so that يجب ان نكتب can زي ما اتفعنا يا شباب في حلقات ليلة الامتحان so that our future generations can live safely تعيش امن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة